الله عز وجل يقول وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ يعني خصصت هذه الآية طائفة من داخل الأمة على خلاف في التفسير فمن هنا يمكن أن تكون بيانية ويمكن أن تكون تبعضية وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ يَمْكُنْ تكون بيانية معناها لتكون هذه الأمة كلها أمة تأمر بالمعروف وتنهاي المنكر فتكون منكم أمة فتكون معناها تكون أمة فمن بيانية على هذا أما إذا قيل إنها للتبعيض فيكون المقصود أنه من يقع به الفعل لأننا ذكرنا أن هذا في الأصل من الفروض الكفايات وأن فرض الكفاية إنما يطلب وقوعه بغض النظر عن الفاعل هذا كلام الوصوليين يقولون فرض الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعل يجرد فالفاعل النظر مجرد عنه هذا كلام سويطي فالفاعل النظر مجرد عنه إذا حصل إنقاذ هذا الغريق أو إطفاء هذا الحريق أو جهاد هذا العدو وقهره ورده لا يهمنا من الذي فعل ذلك فهذا هو القيام بفرض الكفاية لكن قد يتعين على بعض الناس لأن فرض الكفاية قد يتعين فإذا تعين كان كفرض العين بالنسبة للشخص المتعين عليه وإذا لم يتعين كان فرض كفاية من قام به أجزاء عن الأمة وحصل له ثواب الأمة كلها ولذلك من كان تحت يدك من أولادك وأهلك أو كنت حاكما وكان تغيير منكره في دولتك وتحت سلطانك فإن ذلك متعين عليك وهو فرض عين في حقك ولذلك قال الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَعَلِهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ يفعلون ما يؤمرون فإذا تعين لا بد من أن يقوم الإنسان بالتغيير فيه ومن هنا فالمنكر إما أن ننظر إلى مراتبه بحسب فاعله أو بحسب ضرره فإذا نظرناه بحسب الفاعل فالمقترف للمنكر أو التارك للمعروف إما أن يكون قويا أو ضعيفا فإن كان حاكما مثلا أو قويا يمكن أن يوقع بك الضرر فانظر إلى قدر إنكارك فإن كان إنكارك من المحتمل أن يغير هذا المنكر فلا تتأخر ولا تتردد إن كان ليس من المحتمل أن يغير المنكر ولكنه سيحدث لدى الآخرين يبين للآخرين أن هذا منكر ويفهمون منه أنه عدم ورضا به أنك لم ترضى به وأن هذا يرجب إنكاره ويمكن أن يوجد فيهم من يستطيع التغيير فحينئذن أيضا لا تترد إذا عرفت أن إنكارك لا يؤدي إلى أي مصلحة من هذه المصالح لا إلى تغيير المنكر ولا إلى بيان أنه منكر ولا إلى وجود من يغير سواك فحينئذن يسعك السكوت ومع إنكار القلب ولهذا فإن منكر الحكام كم هو الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يوم سلمة في صحيح مسلم يكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون معناه يتصرفون تصرفات بعضها موافقة للمعروف وبعضها منكر تعرفون معناه ما وافق الشرعة وتنكرون ما خالفه فمن أنكر سليمة ومنكرها بريئة واختلف في هاتين المرحلتين هل هما بالقلب أو إحداهما باللسان والأخرى بالقلب فقتادة ابن دعامة السدوسي فسر ذلك قال من أنكر بقلبه ومنكرها بقلبه الكره معروف أنه بالقلب لكن الإنكار هنا مختلف فيه ألو بالقلب أو باللسان نعم فبعد ذلك قال ولكن من رضي وتابع فالذي رضي بالمنكر وتابع مختلفه عليه هذا شريك له في منكره وقد يكون يشد منكرا منه أما إذا كان الشخص قويا غير حاكم وأراد أن يقتل إلى جنبك وأنت قادر على منعه من القتل فلم تمنعه فأنت شريك له في قتله وأنت ضامن لذلك القتيل فكأنك مشارك في القتل لأنك قدرت على منع هذا المنكر نعم ولذلك من أسباب الضمان ترك تخليص مستهلك من نفس أو مال إذا كنت قادرا على تخليص مستهلك من نفس أو مال فلم تفعل فأنت ضامن لذلك المستهلك وهنا تأتي قاعدة أخرى وهي قاعدة أن المباشرة تقطع حكم التسبب وكذلك مباشرة الممالأة فإن الممالأة لو تمالأ عدد من الناس على جنيمة واحدة كقتل صبي واحد أو قتل شخص واحد فيكون كل المتمالئين ولو كانوا بالآلاف يقتلون به كما قال عمر لو أن أهل الصنعاء تمالأوا على قتل إنسان واحد اللي قتلتهم به الصنعاء كانوا سابعا تقريبا الذين ارتكبوا هذه لكن هو قال لو أن أهل الصنعاء جميعا تمالأوا عليها صنعاء بلآلاف